اشتركوا في القناة البحرين من إنجاز تاريخي في بطولة الماراثون العسكرية رقم 52 والتي استضافتها جمهورية بيرو نعم حيث أحرزت مملكة البحرين المركز الأول بفردي الرجال والمركز الأول بمسابقة الفرق كما حققت المركز الأول على مستوى الفردي والمركز الثاني على مستوى الفرق بمسابقة السيدات لرفرف عالم البحرين عاليا في بطولة العالم العسكرية وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بأن تحقيق المنتخب العسكري لألعاب القوة بقوة دفاع البحرين المراكز المتقدمة في البطولة العالمية جاء ليؤكد الرعاية الفائقة التي تحظى بها المنتخبات العسكرية ومن بينها منتخب ألعاب القوة من قبل جلالة الملك المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه مشيدا معالي في ذات الوقت باهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الأمر الذي ساهم في تحقيق المنتخب العسكري للمركز الأول وتأكيد مكانة الرياضة العسكرية البحرينية على المستوى العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر